بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم النهاردة هنعمل محش كرومب بسرعة جدا وبطريقة بسيطة في الاول بنجيب حلة وبنحط فيها ربع كوباية زيت معانا بصلتين كبار مفرومين بنحطهم في الزيت بعد ما الزيت يسخن شوية طبعا كل ما البصل زاد كل ما طعم المحش كان احلى بنقلبه على طول لغاية لما البصل ياخد لون دهب خفيف كل لون من الالوان البصل بيد طعمه مختلف يعني لو غمقنا عن كده بيبقى طعمه مختلف عن ما يكون نيف ناي عن ما يكون بس مصفر شوية ده اخد لون دهب خفيف قوي بعد كده بننزل عليه بمعلقتين صلصة لو عاوزين نحط صلصة لو الطماطم حمرة وحلوة مش محتاجين صلصة انا طبعا ما بحبش الصلصة بس عشان الطماطم بيضة مش مش حمرة فعشان كده حطيت معلقتين صلصة وبعد كده قلبت الصلصة مع البصل دقيقة كده وبعدين نزلت عليه بالطماطم المعصور بقلبها كده وغطيها لغاية يعني مش بغطيها او بسيب بس جزء ان الغطى كده مفتوح شوية طلع البخار عشان ده بيخلي لون التسبيكة ابيض لما ينزل العرق بتاع الطماطم في التسبيكة تاني فبخلي الغطى موارب شوية كده لغاية لما الطماطم تتسبك وتتقل معانا بالطريقة دي بعد كده انا بحط على الطماطم هنا بس ما بحطش عليها البهارات دلوقتي بحط ملح بس انا معايا هنا بصلتين مفرومين ناعم جدا ناعم اوي يعني مش زي بتاعة التسبيكة لا بصل ناعم وبحط فيها التقلية بتاعتنا اللي احنا سبكناها دلوقتي على الرز المخصول معانا الرز مخصول ومتصف كويس او من المياه وبعد كده معانا خضرة حزمة كسبرة وحزمة شبت وحزمة بقدونس بنحط معلقة كامون معلقة فلفل سود معلقة شطة طبعا الشطة بتبقى حسب الرغبة معلقة ملح وبنحط معلقة بابريكا وبنقلب الرز في الخضار والطماطم دي كويس والبصل المفروم وكده بنجيب الكورومب بتاعنا اللي احنا سلقينه ومقطعينه قبل كده ده كان كورومب محطوط في الفريزر بفرش كده في ارضية الحلة ورقة كورومب اخضر او ممكن نحط بصل وطماطم انا فرشت ورقة كورومب كده بس عشان تحمي ارضية الحلة المحشي اللي في الارضية مايتحرقش بعد كده بنجيب ورقة كورومب ونلفه بالطريقة دي كده انا طبعا انا بلف مش عارف انا بشوف ناس تلف عكس ما انا بلف لكن انا ما بعرفش هلف ولا من قدام لورا كده بالطريقة دي او ورقة الكورومب طبعا وحجم المحشي زي ما انت عاوزة ممكن تصغري عن كده وممكن تكبر عن كده انا بعمل المحشي وسط ما بكبروش اوي ولا بعمله صغير اوي بالطريقة دي كده لغاية لما نخلص كل كمية المحشي بتاعتنا بعد كده بنجيب الشربة المغلية طبعا الشربة عليها ملح وبهارات بنسئل محشي ونهز الحلة كده عشان الشربة تنزل في ارضية الحلة وبعد كده بنحط بسوة السطر الاخير في الحلة ما بنزودش اوي عشان المحشي ما يبقاش معجل بس كده هزينا والشربة نزلت في ارضية الحلة بعد كده بنجيب طبق وبنحطه فوق المحشي عشان ما ينطرش الرز بتاعه لغاية لما يغلب وبنعلقه على نار عالية بعد ما يغلي ويتشرق ويشرب المياه بتاعته بنهد النار عليه لغاية لما يستوي خالص وده شكله بعد ما خلص اتمنى انه يعجبكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته